نبدأ نتكلم عن تاني سكشن في البورا وده مهم جدا أكيد السكشن الأول بينزل منه صورة من الحاجات اللي احنا تكلمنا عليها من البونتزوة وبينزل برضو صورة من هنا تمام يعني في مجموعات هيجيلها من الفايل ده واحدة وفي مجموعات هيجيلها من الفايل التاني واحدة تمام فالفايلين مهمين جدا ما نفعش أذكر واحد واسبيه التاني لأنت مش عارف أنهي واحد اللي هيجيلها تمام هنتكلم هنا عن الـ identification of flatworms أو الحاجة التريماتو ده هنا كنا بنقسم الـ parasites يا إما لـ platyhelminces يا إما نيماتي هلمنسز تأسيبة دي محتاجاها عشان ممكن يقوله classify the parasites فأنا لازم هقوله اسمها إيه وأقولها هي طبع الـ platyhelminces ولا نيماتي هلمنسز كان عندي الـ platyhelminces دي حاجة من اتنين يا إما السيستودز يا إما التريماتودز وعندي الـ nematihelminces كانت حاجة واحدة اللي هي النيماتودز بس تمام نبدأ بأول حاجة الـ platyhelminces في أول مجموعة منها وهي أو عيلة منها وهي التريماتودز عايزين نعرف الشيب بتاع التريماتودز زي ما احنا شايفين أهو ممكن يعني من شكلها تقدر توصفها أول حاجة بيقوله إن هي doors and ventrally flattened يعني إيه يعني زيها زي اللايس أو الـ pediculiscapitis اللي اتكلمنا عنها في سيكشن البروتزوة كأنها مبططة يعني إيه مبططة أو يعني إيه بقى كلمة doors و ventrally flattened معناه إن doorsal surface بتاعها flat وكمان ventrally surface بتاعها flat فشكلها كأنها مبططة تمام دي أول characters هي unsegmented زي ما أنا شايفة كده إن هي عبارة عن قطعة واحدة بس تمام فهي unsegmented وزي ما أنا شايفة في الفاشولة leaf like شبه ورقة الشجر يبقى أنا بالنسبة للتريماتود عرفت إن هي doors and ventrally flattened unsegmented و leaf like الصيز ما بنحفظ أي صيز في أي حاجة الكيوتيكل عندها كيوتيكل من بره في spines في زي شوق كده تمام السكس هي هيرمافرودايت كل التريماتود هيرمافرودايت معادة واحدة بس الشيستيزومة يعني إيه هيرمافرودايت يعني عندها فالميل جينيتال اورجان والفيميل جينيتال اورجان يوجد دودة للمشاهدون قطعة من المشاهدين موجه ثانيا كب After fatigue عددها كيوتيكل وكيوتيكل في سفاينز السكس هناك هيرب افرودايت يعني عندها الميل ان في ميل جيناتال اورجينز في البرازايت الواحدة يعني لمن ميل لوحدها وفي ميل لوحدها تمام على عكس الشيستيزومة الشيستيزومة هي اللي فيها ميل ان في ميل كل واحد لوحد ومفروض سنتعرف على شكلها الفيكسيشن يعني الحاجات اللي بتمسك بيها عندي الفيكسيشن بقول عليه اسمه ساكرز تمام عندي التريماتود عندها three suckers عندها oral suckers وعندها ventral suckers وعندها genital suckers يعني suckers موجودة في منطقة في الماوس تمام والventral surface بتاعها فيه suckers وكمان الجنital area فيها suckers تمام عندي digestive system عبارة عن ماوس والماوس فيه oral suckers وعندها pharynx وعندها esophagus قدام ventral suckers ويعمل pyrofication يعني بيتفرع بيدي فرعين تمام قدام ventral suckers انا مش عايزة غير two characters سهلين بالنسبة لك تقول doors and ventral flattened and unsegmented leaf like دي حاجات سهلة ووضحة جدا تمام وما نحفظ اتنين بس لا احنا زي ما قلنا نحفظ ثلاثة او اربعة بالكتير اوي اشوف اسهل ثلاثة او اسهل اربعة واحفظهم وتيب الباقي تمام ده بالنسبة للتريماتودة المفروض بقى دي اللي ممكن تنزلي الفاشيولة هيباتيكا تمام الفاشيولة هيباتيكا اسمها فاشيولة هيباتيكا ممكن يقول لي كلاسيفاي هقولون دي الفاشيولة هيباتيكا طبع البلاتي هلمانسز اللي هي من التريماتودة تمام منشن تو كاراكترز عايزة تو كاراكترز هقوله انه هي دورسو فينترلي اه فلاتن ليف لايك وي اه هير مفرودايت دي هير مفرودايت ممكن اقول له اكسبت الشيسزوما مثلا تمام بعدين تاني حاجة عندنا مهمة برضو هي السنيل انا عندي السنيل اللي هو ده شكله وعندنا سنيل واحد بس هنتعرف عليه وهبدأ اقول لكم امتى نكتب اسم السنيل وامتى نقول له سنيل بس تماما عندي السنيل السنيل ده بيتكون من جزئين اللي هو مش عارفة بنقول عليه حلزون تقريبا بيتكون البادي بتاعه ببارة عن صوفت بورت اللي هو الجزء الصوفت او الطري ويهي جزء الصدفة اللي بتبقى حوالين من بره اللي هو السوليد بورت اللي انا بقول عليه ده شكله يبقى انا عندي السنيل ده كونسسس او صوفت بورت عبارة عن البادي والصوليد بورت عبارة عن الشل طيب احنا بنعمله ايدنتفيكيشن عن طريق ايه عن طريق الشيب بتاع الشل بيقول ان الشل بتاعته دي متكونة من وورلس والوورلس دي فيما بينها جروفز تمام او فيما بينها زي ما انا شايفة في الصور دي عبارة عن وورلس اللي هي اللفات اللي حوالين بعضها دي وفيما بينها فتحات اللي هي الجروفز تمام ومفروض اقول له ان الشل ده ممكن يبقى رايت هندد او ليفت هندد وليها طريقة اه بنعرفها بيها هو رايت هندد ولا ليفت هندد يعني ملفوف من يمين لشمال ولا شمال يمين عن طريق انا اه بخلي ايبكس افورد يعني بخلي ايبكس فوق واخلي الابننج ستاعته داون وورد ويبقى فيسنج الابزورفر يعني اه مواجهة لللي اي وانا بشوفها تمام مش عليكم اه ان انتو تعرفوها ازاي كل اصلا كل اللي عندكم هما رايت هندد تمام فانا ممكن اعرف في اللسنيل تو كاراكترز او تلاتة كاراكترز انه هو عنده صوفت بارت اللي هو البادي وعندي صولت بارت اللي هو الشل وان احنا بياندتفاي على حسب الشيب اوزا الشل تمام ممكن اقوله كمان ان الشل بتاعته بقسمها عبارة عن مغولز وما بينها اه جروفز تمام دي كده اسهل تلاتة عندي بقى السلايد اللي ممكن تجيلي على اللسنيل ممكن يجيلي حاجة من اتنين يقولي يجيبلي اللسنيل نفسه حاجة زي كده الصورة اللي على اليمين او اللي على الشمال ويقولي ايدنتفاي ساعتها ايدنتفاي the specimen او ايدنتفاي the following structure اللي structure القدامك ده انا هقوله سنيل بس تمام اما لو جاب لي بوكس فيه السنيل وقال لي ايدنتفاي the parasite هقوله نده اسمه اللامني كيلودي تمام لامني كيلودي سنيل لامني كيلودي سنيل يبقى لو جاب لي بوكس هقوله اللامني كيلودي سنيل اما لو جاب لي قليل سبيسمان او قليل باريزايت او جاب لي صورة هقول له لا ده سنيل واسقط تمام وقول له اي اتنين او ثلاثة كاراكترز على حسب ما هو سائل نيجي لتاني حاجة من الفلاتي هلمانسز اللي هي السيستود واللي عندنا في السيستود نتعرف عليها الايكاينوكوكاس جرانيلوزيس تمام ايكاينوكوكاس جرانيلوزيس اللي هي ذي ممكن من الشكل اوصفها هي بوردو فلات فلات باريزايت بس دي سيجمنت شايفها متقطعة كزا قطعة او مقصمة لكزا قطعة بقسمها السكولكس اللي هي الهيد بتاعتها اسمها سكولكس وعندها نك وعندها استروبيلا الجزء اللي في الاخر ده اسمه استروبيلا استروبيلا ده هو بيبقى الجريفيد سيجمنت يعني الجزء الحامل حامل لايه حامل للإكز او القوفة بتاعت الباريزايت عندي السكولكس دي بتبقى اماتيور والنك بتبقى ماتيور تمام سايد ما بنحفظ السايدز الكوتيكل بالنسبة للسيستودز بيقول ان هي بتعمل feeding by diffusion عن طريق الكيوتيكل السكس هي هيرمافرودايد زيها زي التريماتود زي ما تكلمنا يبقى انا عندي كاين كوكس جرانيلوزيس لو قال لي ايدنتفاي هقوله دي الكاين كوكس جرانيلوزيس لو قال لي كلاسيفاي هقوله الكاين كوكس جرانيلوزيس طبع السيستودز طبع البلاتي هلمانسز تمام عندها ساكرز باردو على الهيد بتاعتها اللي احنا قلنا عليها اسكوليكس وعندها كمان حاجة اسمها هوكس دي باردو بتمسك بيها تمام فدي اسكوليكس قفتين يا صوليا ومساجناتا مش مهم ما بتنزلش تمام اللي عندنا اللي هتنزل الكاينو كوكس جرانيلوزيس تمام الديجيستوب سيستم ما عندهاش ديجيستوب سيستم نيجي للنماتودة النماتودة اللي عندنا المفروض نتعرف عليها هي الاسكاريس تمام ميل ان في ميل بتاع الاسكاريس أنا عندي النماتودة دي يعني استوانية الشكلة تمام زي ما أنا شايفة مش متقسمة قطع لا دي قطعة على بعضهم يعني لما اجي اخد فيها مقطع هلاقيه شكله سيركلر وعبارة عن ثلاثة ليرز اول لير هي الكاتيكال ثاني لير اسمها الهايبودارمس وثالث لير اسمها اللونجتيدون المسل فيبر تمام وعندنا بردو ترانزفيرسي سيكشن في الاسكاريس مفروض بردو نتعرف عليه والسكس بتاعها هي يوني سكشوال تمام يعني ميل لوحده الميل لوحده عبارة عن برازاية لوحده والفيميل برازاية لوحده نيجي بقى السكس قلنا يوني سكشوال الميل بيبقى سمولر بيبقى اصغر من الفيميل الفيميل اكبر الميل البستير والإند بتاعه بيبقى كارفد زي ما احنا شايفين في الصورة اللي تحت اهو كارفد عمل كارفد على الفنتر على الفنترال سورفس تمام وعندها وانت جينتال اورجان على عكس الفيميل بقى بتبقى لارجين سايز هي الكبيرة دي ده الفيميل بتاعت الانتروبياس فرميكيوراليس تمام ده الميل والفييميل بتاعت الانتروبياس فرميكيوراليس والمفروض ان احنا نتعرف عليها برضو تمام عندي الفيميل قلنا اللارجين سايز وقلنا الاند بتاعها تايبورينج تمام وعندها تو جينتال اورجان ده الفرق ما بين الميل ان في Мыل وده ممكن تنزل برضو سلايد الانتروبياس فرميكيوراليس ميل ان في Мыل تمام الديجيسوف سيستم عندها ماوس عندها فاريكس عندها اسافيجس وانتستان بتنتهي بالانس تمام ده اهو الاسكاريس transverse section ده transverse section في الاسكاريس قلنا بتبقى circular in shape لما اخذ فيها transverse section الباضي بقول ثلاثة layers cuticle, hypoderms, and longitudinal muscle fiber دي الطبقة الثالثة digestive system, the intestine appears as collapsed tube الانتستن عاملة كcollابسة tube اهي الانتستن بتاعتها تمام collapsed tube, ال genital system عندها two uterus تمام اللي هيقول لك لو جدي هيقول لتعرف عليها وعايزة two characters بس ممكن اقول له ان ده transverse section في الاسكاريس تمام هقول له ان هي circular in cross section او فيها تلاثة layers layer كذا وكذا وكذا تمام اقول له مثل ده جسوب system بتاعها الانتستن بتاعتها بتظهر كcollابسة tube ودي نادرة لما بتيجي اهي دي بقى لانا ركزت عليها في الاول وقلت لو قللي identify the specimen هقول له ده سنيل واسكت اما لو جاب لي box لا اقول له لازم اقول له اسم اللي سنيل اللي هو اللمني كاليودي تمام mention 3 characters قلنا عنده soft part اللي هو body وعنده solid part اللي هو chill والتشيل عبارة عن worthless مفصول ما بينها ب grooves separated by grooves والشيل ممكن تبقى right handed او left handed classify the parasite الparasite segmented قلنا دي طالما قال classify مش identify لازم اقول له طبعا انه تقسيمة فدي عبارة عن platy helmances السيستود تمام 2 characters ان هي shape من زنما شايفة شايفة ان هي segmented وشايفة ان هي flat وعندها ساكرز مثلا وقلوا ان الساكس بتاعها هير مفروديت يعني ال male and female genital organs موجودة في الparasite الوحدة دي الاسكاريس دي الاسكاريس طبعا النماتي هلمانسز او النماتوت mention 2 characters هقول له الشيب بتاعها cylindrical and unsegmented والsex unisexual عندها male and female ممكن ازود له وقل له ايه الفرق ما بين male and female بس كده خلص الsection والsectionين كل مجموع هينزل لهم واحدة من الحاجات اللي احنا قلنا عليها